هكذا العلماء لا يريدون للإمام الحجة أن يظهر إذن ما معنى توقع الفرج صباحا ومساء إذن ما معنى أن الإمام الحجة يأمرنا بأن نكثر من الدعاء لتعجيل فرجه إذن ما معنى أن نقوم بالمرابطة يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا المرابطة التمهيد والانتظار هذا يعني أن المراجع يقومون ببرنامج لمنع ظهور إمام زماننا والمشكلة أن المراجع المعاصري وهذا واحد منهم يمدحون أولئك المراجع هذا هو واقع الشيعة هذا هو واقع النجف رجاء أعيدوا الفيديو كي تنصتوا له مرة أخرى كي تعرفوا واقعكم كي تعرفوا واقع الشيعة إلى أين هم ذاهبون أعيدوا عرض الفيديو أكو حكمة ذكرها السيد عليه الرحمة في التحصيل السيد البغداد عن شيف حماطاه النجف حماطاه النجف كان من تنميذ كان من تلاميذ الشيخ العنصاري وكان من الفقهاء المحققين ومن الزهار وله آفاء عشيبة وكان السيد مدحوه في التحصيل متحا عظيما يقول لما ادعى زعم أحد الأشخاص بأنه في زمانه ظهر الحجة قال صح لا تتكلم أنا لا أرضى عن يرى الحجة في زماني لعني بيدي الزعامة المطلقة وبيدي الفتوى والقراء والولاية والأمور الحسبية حملا أن أطهد أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أتوفى قبل ظهوري وكان محمد طه نجف يقول السيد البغداد بالتحصيل كان كثير التشدد في النصيحة على أبنائهم على أبنائه كان شديد الشدة حتى أنكروا على محمد طه نجف لماذا تتشدد في الإرشاد أولادك قال أن الأصمار من الأمور الممكنة غير أظم المستحيل ألأيحة الألماء الأكافر كانوا يخشونه أن يظهروا حج في زمانهم حظوا من اتدادهم ونخل لي بعض الخطباء الأخيار وهو شيخ مال الله عليه الرحمة وعمره تسعون سنة قال قرأته في بعض مؤلفات السيد القزويني سيد مهد القزويني صاحب الأنساب وهو من كبار الفقهاء والذي تحدث عنه المحدث النوري أحد الذين فاد برؤية الإمام الحجة في بعض مؤلفاته في مقدمة كتابه يدعو أن لا يظهر الحجة في زمانه حذراً أن يتد حاكم العلماء الكتاب الذي بين يديك مال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 476 حينما وفق إبراهيم بن مهزيار للقاء الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه الحادثة مفصلة أذهب إلى الموضع الذي أريد قراءته صاحب الأمر يقول لإبراهيم بن مهزيار من أن والده الإمام الحسن العسكري قال له ما قال من جملة ما قال له واعلم إمامنا الحسن العسكري يقول لولده صاحب الأمر وصاحب الأمر يخبر إبراهيم بن مهزيار واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إليك مثل الطير إلى أوكارها لا أعتقد أن الكلام بحاجة إلى شرح لكن قارنوا بين هذا المنطق وبين المنطق الذي كان يتحدث به السيد علي الحسني البغدادي واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إليك مثل الطير إلى أوكارها ومراجع النجف هؤلاء الذين يقالوا عنهم من أنهم من أصحاب الورع والتقوى والزهد أمثال طاها نجف هؤلاء لا يريدون ظهور صاحب الأمر لا يريدون أن يلتقوا به واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إليك مثل الطير إلى أوكارها هذا هو الجزء الثاني والخمسون من بحار الأنوار لشيخنا المجلس والطبعة دار إحياء التراث العربي صفحة 307 الحديث الثاني والثمانون بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا عن أصحاب القائم يقول له للإمام الحجة له كنز بالطالقان ما هو بذهب ولا فضة وراية لم تنشر منذ طويت إنها راية أمير المؤمنين التي طويت في الجمل له كنز بالطالقان ما هو بذهب ولا فضة الطالقان في إيران وراية لم تنشر منذ طويت ورجال له رجال كأن قلوبهم زبر الحديد زبر الحديد قطع الحديد كأن قلوبهم زبر الحديد لا يشوبها شك ليست كهؤلاء المراجع الذين يعتقدون أنهم سيرتدون إذا ما ظهر صاحب الأمر وهؤلاء هم أصحاب الكرامة والوراء أما ذول الهتلية في أيامنا شنو حالهم هذه القضية موكولة إليكم هذه مجاميع السرابيت والهتلية والإكلاوشية في أيامنا ماذا سيكون موقفهم؟ الأمر واضح بيّنته الروايات والأحاديث من أنهم سيجمعون شيعة العراق الذين هم شيعة لهم شيعة المراجع ويخرجون لقتال صاحب الأمر وقبل ذلك يبايعون السفياني يبايعون قائد الجيش السفياني الذي سيصل إلى النجف ويستقر في النجف بمعونة مراجع النجف سواد الله وجوههم أتحدث عن زماني الظهور الشريف ورجال كأن قلوبهم زبر الحديد لا يشوبها شك في ذات الله أشد من الحجر هؤلاء الرجال لو حملوا على الجبال لأزالوها لا يقصدون براياتهم بلدة إلا خربوها بلدة تحارب الإمام مثلما يخرج مراجع النجف وكربلاء لقتال صاحب الأمر فماذا سيصنعون له لا يقصدون براياتهم بلدة إلا خربوها كأن على خيولهم العقبان يتمسحون بسرج الإمام يطلبون بذلك البركة ويحفون به يقونه بأنفسهم في الحروب ويكفونه ما يريد فيهم رجال لا ينامون الليل لهم دوي في صلاتهم كدوي النحل يبيتون قياما على أطرافهم ويصبحون على خيولهم رهبان بالليل ليوث بالنهار هم أطوع له للإمام من الأمة لسيدها بالضبط كحال طاه نجف وحال مراجع النجف سود الله وجوه هم أطوع له من الأمة لسيدها كالمصابيح كأن قلوبهم القناديل وهم من خشية الله مشفقون يدعون بالشهادة ويتمنون أن يقتلوا في سبيل الله شعارهم يا لثارات الحسين إذا ساروا يسير الرعب أمامهم مسيرة شهر يمشون إلى المولى إرسالا بهم ينصر الله إمام الحق هؤلاء الذين ينصرون صاحب الأمر قارنوا بين هذه الأوصاف وبين هذه القمامة في النجف قارنوا هؤلاء يضحكون علينا يقولون لنا من أنهم نواب لصاحب الأمر والمعممون من الخطباء والوكلاء هؤلاء الثيران هؤلاء التيوس يضحكون على شيعة يقولون لهم من أن صمام الأمان للدين والدنيا المرجعية ولولا المرجعية لكان الذي كان ومن أن الرابط الذي يربطنا بصاحب الأمر هؤلاء اللصوص السفلة هؤلاء أصحاب العقائد الضالة هؤلاء الشوافع المعتزلة هم يتحدثون عن أنفسهم بأنفسهم وهم يتحدثون عن عقائدهم بأنفسهم في كتبهم وفي دروسهم هذه التسجيلات والفيديوات وكل شيء على أرض الواقع كل شيء على عينك يا تاجر هؤلاء هم 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 إنني أقرأ عليكم من مختصر بصائر الدرجات الكتاب الأصل لسعد الأشعري والذي اختصره الحسن ابن سليمان الحلي من علماء القرن الثامن الهجري من علماء الشيعة وطبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة 329 هذا الحديث قرأت ما قرأت عليكم منه إمامنا الصادق يقول ليونس ابن ضبيان فلا تغرنك صلاتهم يتحدث عن مراجع الدين عن فقهاء الدين عن علماء الدين فلا تغرنك صلاتهم وصيامهم ورواياتهم وكلامهم وعلومهم فإنهم حمر مستنفرة نذهب إلى فاصل هكذا قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه ليونس ابن ضبيان فلا تغرنك صلاتهم وصيامهم ورواياتهم وكلامهم وعلومهم فإنهم حمر مستنفرة حمر مستنفرة هذا يعيدني إلى سورة المدثر إلى الآية التاسعة والأربعين بعد البسملة وما بعدها فما لهم عن التذكرة معرضين لماذا يعرضون عن الحق التذكرة هنا الحق إنها ولاية علي فما لهم فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة ماذا يقول أئمتنا في تأويل هذه الآيات وتفسيرها أقرأ عليكم من الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين الاستراباد النجفي وطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة صفحة 736 في قوله تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين الرواية عن إمامنا الصادق وهي طويلة تبدأ في صفحة 734 رقم الحديث السادس إمامنا الصادق يقول بصدد هذه الآية فما لهم عن التذكرة معرضين قال صلوات الله عليه يعني بالتذكرة ولاية أمير المؤمنين فما لهم عن ولاية أمير المؤمنين معرضين مثل ما قال صاحب الأمر يخاطب أكثر مراجع الشيعة في الرسالة التي بعث بها إلى الشيخ المفيد مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون فما لهم عن التذكرة معرضين الصادق يقول يعني بالتذكرة ولا يتأمير المؤمنين وقوله كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة قال هو من أسماء الأسد هو من أسماء الأسد يعني كأنهم حمر وحش فرت من الأسد حين رأته وكذا هذا كلام إمامنا الصادق وكذا أعداء آل محمد إذا سمعت بفضل آل محمد صلوات الله عليهم نفرت عن الحق إذا ما سمعوا بذكر علي في التشهد الوسط هو الأخير فإن أصحاب العمائم في الصلاة أتحدث عن الصلاة فإن أصحاب العمائم سينفرون طهع الله ما هم حمير كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فما لهم عن التذكرة معرضين قال يعني بالتذكرة ولاية أمير المؤمنين عليه السلام وقوله كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة قال يعني كأنهم حمر وحش فرت من الأسد حين رأته وكذا أعداء آل محمد إذا سمعت بفضل آل محمد صلوات الله عليهم نفرت عن الحق ما هو هذا الذي كان يخبرنا به السيد علي الحسني البغدادي عن طه نجف وكيف نفر حينما قال قائل من أن صاحب الأمر سيظهر في عصره هذا هو حاله هذا هو حال مراجع النجا في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل وحق الحسين هكذا ينفرون من حديث العترة لقد رأيت هذا بعيني رأيت هذا بعيني في بعض المجالس في بعض المحاضرات في قم وفي غير قم لكنني أشير إلى بعض المجالس في قم كنت مشاركا فيها كنت متحدثا فيها الذين سبقوني بالحديث قالوا وقالوا أرى الجلاسة لا يطرأ على حالهم شيء لكنني حينما أقف وراء المايكروفون وأتحدث خصوصا حينما أوجه حديثي باتجاه البراءة وباتجاه بياني مطاعني أعداء علي وآل علي أو أنني أصرح بلعنهم في بعض الأحيان أرى اضطرابا على وجوه المعممين غير المعممين أبدا أرى ارتياحا على وجوههم أصحاب العمائم يقوموني يحوصون يغيرون من جلستهم أو يخرجون إلى خارج المجلس أو يفرقعون أصابعهم أو يغيرون اتجاه عمائمهم أو يفعلون شيئا لا يتحملون ذلك أنتم تعرفون أكو دودة دودة تبدي تشتغل وكذا حين أوردوا الروايات التي تتحدث عن مقاماتهم الغيبية هم لا يجرؤون أن يعترضوا علي لأنهم يعرفون سلاطة لساني ويعرفون قدرة العلمية على المحاججة وعلى ذكر النصوص والمصادر ومباشرة سأذهب إلى القرآن وسأذهب إلى مفاتيح الجنان وسيفضحون أمام الناس لكنني أرى الأذية واضحة عليهم أنا أعرف ذلك أعرف أن الدودة بدأت تشتغل إنها دودة المرجعية الرشيدة هذه دودة الرشيدة لأننا ورثناها كابرا عن كابر من مرجعيتنا الرشيدة من دودة الطوسي وإلى يومنا هذا كأنهم حمر مستنفر ما هم حمير حمير يصيبهم النفور من البراءة الواضحة ويصيبهم النفور من الولاية الواضحة والله جربت هذا عشرات المرات لا أقول مرة واحدة ولا مرتين في واقع أصحاب العمائم سود الله وجواه وهذا حالهم في النجف أيضا ما هي القضية أساسا ليست من قم الدودة نشأت في النجف ومن هناك يصدرون الدودة إلى مختلف أنحاء العالم مجانا مجانا يصدرون الدودة مجانا يسرقون أموال الشيعة ويقدمون لهم الدودة مجانا هذا هو الذي يحدث في واقعنا الشيعي تبرأوا من هذه الدودة تبرأوا يا أيها الشيعة من دودة المرجعية الرشيدة تبرأوا من هذه الدودة الصادق يقول فما لهم عن التذكرة معرضين يعني بالتذكرة ولاية أمير المؤمنين وقوله كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة قال يعني كأنهم حمر وحش فرت من الأسد حين رأته وكذا أعداء آل محمد إذا سمعت بفضل آل محمد صلوات الله عليهم نفرت عن الحاق مثل ما يقول السيد علي الحسن البغداد كذلك هم العلماء كبار العلماء هكذا ينفرون من صاحب الآمر كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة إلى هين نحن ذاهبون أنتم أنتم الذين تقولون نحن شيعة أنتم المضحك أنتم المسخرة أنتم أنتم الشيعة المسخرة الذين تشاهدون البرنامج وخاطبكم أنتم يا أيها الشيعة المسخرة إلى أين نحن ذاهبون نذهب إلى فاصل فلا تغرنك صلاته وصيامه ورواياته وكلامه وعلومهم فإنهم حمر مستنفرة يا يونس إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت فإنا ورثناه وأتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب ترجمة نانسي قنقر